اشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب بما تتميز به العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة من عمق وأصالة وما تشهده من أواصر المحبة والأخوة وما يدعمها من وشائج القربة ووحدة الهدف والمصير مؤكدة معاليها أنها تعتبر نموذجا مثاليا للعلاقات بين أشقاء على جميع المستويات الرسمية والشعبية وفي كافة مجالات التعاون ولسيما البرلمانية ونوهت معالي رئيسة مجلس النواب خلال استقبالها معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي ورئيس مجلس الشورى العماني إلى حرص السلطة التشريعية الدائم على الاسترشاد بالرؤى والتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في رسم خارطة طريق واضحة لبناء علاقات استراتيجية مستدامة ووطيدة مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة ونوهت معاليها إلى أن التعاون البرلماني مع سلطانة عمان يمثل أولوية نظرا للشراكة الوثيقة ومسار العمل المشترك الذي يتسم بمستويات متقدمة من التقارب والتنسيق على جميع الأصعدة وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب أن اللقاء بين السلطتين التشريعيتين في مملكة البحرين وسلطانة عمان يمثل دافعا نحو المزيد من التعاون البرلماني للثنائي وزيادة تبادل الخبرات التشريعية بين البلدين الشقيقين جانبي أكد معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني أن زيارة الوفد واللقاءات مع المسؤولين في بلده الثاني مملكة البحرين يمثل فرصة سانحة لمثلي الشعب في البلدين لإجراء حوارات مثمرة ومناقشات بناءة للدفع بالعلاقات الثنائية للمزيد من التوطيد والتطور والدمو والوقوف على أوجه التكامل وتنسيق المواقف والقرارات في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في ظل القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين وعلى هامش زيارة مجلس الشورى العماني لمجلس النواب قامت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل ومعالي الشيخ خالد بن هلال المعولي بتوقيع مذكرة تعاون بين المجلسين ونصت المذكرة على العمل معا على تعزيز المصالح المشتركة في مجالات تنمية المستدامة واستشراف المستقبل والابتكار وتبادل الخبرات المعرفية البرلمانية والدبلوماسية بين الجانبين اليوم احنا تشرفنا بزيارة وفد مجلس الشورى العماني برئاسة معالي الشيخ خالد المعولي رئيس مجلس الشورى العماني وهذه الزيارة تأتي لتبادل الخبرات عمان والبحرين بلد واحد احنا نفتخر حقيقة بما انجزت السلطانة عمان الزيارة دائمة البرلمانية لها واقع كبير علاقاتنا سواء كانت على مستوى القيادة او حتى على مستوى الرسمي او مستوى الشعبي متميزة جدا احنا نرحب فيهم اخواننا من سلطة مع السلطانة عمان في البحرين طبعا تم توقيع تفاقي مشتركة في التوادل الخبرات والتعاون المشترك وهذه تصب في صالح العمل البرلماني ككل في البلدين اولا يعني اتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير الى معالي الاختة العزيزة ووزية زينل على هذه الدعوة الكريمة ومن دون ادنى شك اني انا والوافد المرافق العماني سعيدين سعادة بالغة بان نكون حقيقة في ارضنا وبيتنا وبين اهلنا وشعبنا يعني الاخوة في البحرين نعتبرهم اهل لعمان فنشعر بسعادة غامرة لوجودنا بينكم ومن دون ادنى شك يعني التعاون والتنسيق القائم بين مملكة البحرين وسلطنة عمان بين القيادات صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه وقلالة الملك حمد بن عيسى هذه العلاقات المتميزة بين الجانبين والعلاقات الاخوية يعني دائما ما تدفع تدفعنا نحن قدما لأجل مزيد من التنسيق ومزيد من التعاون ومزيد من الجوانب التي نستطيع من خلالها أن نصل بنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر